وأنت كداعية وحامل لهذا العلم ومبلغ لهذه الدعوة إذا فقدت الصدق فقدت كل ما عندك شوف يومك التفقد من الضاغتك فقدت كل ما عندك الإمام البخاري رحمه الله تعالى راكب البحر مسافر تريطلب العلم شايل معه قروش كثيرة جدا ألف دينار لعلها كمية كبيرة من القروش دي جبت عادة المليارات الليلة وراكب السفينة احتال على واحد صاحبه شديد لحد ما عرف القروش دي فيه بعد ذاك لفه ودور ومشى وقف هناك في طرف السفينة كورك قال للناس انسرقت مني ألف دينار بعد ما عرفها دي بتاعة البخاري ألف دينار وكلم شرطة السفينة كويس خلى البخاري في حيرة ذاته بدت الشرطة بتفتش في السفينة زمن طويل قال لي أنا أضير عشان القريشات ديل لأنه لو طلع البخاري سارغ كذاب لضاع علم البخاري كان مراس بتاع أمه يا أخواننا علم البخاري سارت به الركبان وارتفعت به أصوات المنابر وامتلأت به بطون الكتب واحتشدت به مكتبات العالم الإسلامي ما من مكتبة إسلامية إلا والبخاري فيها دا كله كان ضيع باشنو بحيلة من حرامي في سفينة الصدق إذا فقد فقد كل شيء لذلك قال ابن حزم في كتاب الأخلاق والسير قال ويكفي بالكذب قبحا أن الكفر نوع من أنواع الكذب قال فالكفر نوع والكذب هو جنسه الكذب فوق والكفر واحد من أنواعه ولذلك يا أخواننا حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحرص هذه الأمة على الصدق قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة قال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار إذن يا أخواننا هذه من أجل الأخلاق